اشتركوا في القناة اضافة لمناطق الساحلية خلال الفترة المسائية نتوقع لوصول بعض الغيوم الكثيفة التي ستميز المناطق الغربية خاصة الغربية المناطق الداخلية والهضاب العليا الوسطى باتجاه السواحة الوسطى تبقى الاجواء صح ومشمسة على المناطق الصحراوية والمناطق ايضا الجنوبية ان شاء الله المناطق الشرقية ايضا ستكون اجواء صح ومشمسة نذكر متابعينا كلام بهبوب بعض الرياح التي قد تتجاوز تقريبا 35 كيلومتر وهذا على السواحل اقصى الشرق الجزائري وليت الطرف وعنبا وسكيكدا رياح قوية اقصى جنوب الجزائري برج برج المختار تنزا واطين عن قزام ايضا مرتفعة لوغار وطا سيلي ايليزي وتامدراسة والمناطق الحدودية مع دولة النيجر ومالي سرعة الرياحة تتجاوز 35 إلى 40 كيلومتر في الساعة متابعينا كرام ان شاء الله نباشركم بخير كبير ان شاء الله خلال ايام المقبلة بداية من يوم الثلاثة مساء الى الاربعاء الثالث عشر من شهر ديسمبر سيكون الضراب جوي محمل بعمطار وثلول سنوافقكم بتفاصيله في الساعة المقبلة وامسية اليوم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته